الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك هذه الترجمة عقدها بعد أبواب سبقت في بيان أهمية التوحيد ومكانته العظيمة وفضائله الكثيرة وما يكفر من الذنوب وأيضا ما يتعلق ببيان تحقيق التوحيد وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عقاب فبعد ذلك البيان النافع العظيم فيما تقدم من أبواب ناسب أن تعقد هذه الترجمة للتحذير من ضد التوحيد وهو الشرك بالله عز وجل ووجوب الخوف منه ولهذا عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في بيان الخوف من الشرك أو وجوب الخوف من الشرك وأن هذا الأمر أعني الخوف من الشرك أمر متحتم على كل مسلم يجب على كل مسلم ومتحتم عليه أن يكون في قلبه خوف من الشرك وهذا الخوف يحمله على كثرة الدعاء بأن يعيده الله سبحانه وتعالى من الشرك وأن يجنبه إياه وكذلك أن يأخذ بأسباب السلامة والوقاية فإن من خاف من شيء الخوف الشديد اتخذ الوسائل التي تقيه من ذلك الشيء الذي يخافه فهذا باب في غاية الأهمية هذا باب في غاية الأهمية في وجوب الخوف من الشرك ويتبين من خلال النصوص الكثيرة في كتاب الله وصنة نبيه عليه الصلاة والسلام يتبين وجوه عديدة جاءت بها النصوص تدل على وجوب الخوف من الشرك تدل على وجوب الخوف من الشرك ويمكننا أن تقسم النصوص في دلالاتها على وجوب الخوف من الشرك أن تقسم إلى أنواع من خلال الأدلة التي ذكر المصنف وأيضا غيرها من الأدلة في هذا الباب والنوع الأول من أنواع الأدلة على وجوب الخوف من الشرك أنه الذنب الوحيد من بين الذنوب كلها بين الذنوب كلها توعد الله صاحبه إن مات عليه ألا يغفر له ولا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى وهذا واضح في الآية الأولى التي ساق المصنف رحمه الله تعالى قد جاء هذا اللفظ إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء جاء هذا في موضعين من سورة النساء في سياقين الأول كان السياق فيما يتعلق بشرك أهل الكتاب والموضع الثاني كان في سياق ما يتعلق بشرك المشركين عبدة الأوثان ولهذا قال بعده في الموضع الثاني إن يدعون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله ولهذا الموضع الأول الذي يتعلق بشرك أهل الكتاب ختم بقوله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فقد افترى إثما عظيما ختمت بذلك لأن شرك أهل الكتاب افترى على الله عندهم كتاب لكنهم افتروا على الله الكذب وقالوا عزير ابن الله فشركهم افترى وكذب على على الله سبحانه وتعالى ولهذا ختمت الآية بذلك والآية الثانية تتعلق بشرك المشركين عبدة الأوثان والأصنام وهؤلاء عبادتهم للأوثان ضلال ولهذا ختمت الآية بقوله إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فختم الآية في كل موضع كان بحسب ما يتناسب مع السياق الذي وردت فيه الشاهد أن الله سبحانه وتعالى في موطنين من القرآن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون ذلك ماذا يدخل تحته نعم كل الذنوب كل الذنوب التي دون الشرك دون الكفر بالله سبحانه وتعالى هذه كلها تحت المشيئة أما من مات مشركا من مات مشركا كافرا بالله سبحانه وتعالى هذا إطلاقا ليس له يوم القيامة أي مطمع في مغفرة أو رحمة اقرأ قول الله سبحانه الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين أي المشركين الظلم هنا المراد به الشرك فذوقوا فما للظالمين من نصير فمن مات على الشرك بالله إطلاقا لا مطمع له في المغفرة لأنه فصل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به المراد به من مات على ذلك المراد به من مات على ذلك ولهذا لا تعارض بين هذه الآية وبين قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني حتى الشرك هناك الذنوب جميعا أي حتى الشرك تلك الآية التي في سورة الزمر هي في حق من من تاب فمن تاب من أي ذنب حتى الشرك تاب الله عليه ولهذا قبلها قبل قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا قبلها قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني توبوا توبوا أيًا كان الذنب أيًا كان الجر كثرة أو نوعا يغفره الله لمن صدق مع الله في التوبة من ذنبه لكن قولها في النساء في موضعين إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا في حق من مات على ذلك من مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه وتعالى إذن هذا يوجب ماذا هذا موضع الشاهد هذا يوجب خوف خوف من الشرك أن الشرك هو الدنب الوحيد الذي قطع فيه الآية بأنه لا يغفر إطلاقا لمن مات عليه لمن مات عليه فوجب إذن الحذر الشديد والخوف العظيم من الشرك نعم قال رحمه الله وقال الخليل عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام قال وقال وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس هكذا قال عليه السلام في دعاءه دعا الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبني عبادة الأصنام أن يجنبه وبني عبادة الأصنام ومعنى وجنبني أي اجعلني في جانب بعيد عن الأصنام وعبادتها وفي حيز مجانب لها وبعيد عنها فباعد بيني وبينها إذا كان إمام الحنفة وخليل الرحمن ومن كسر الأوثام بيده عليه السلام وهو أفضل أفضل عباد الله إطلاقا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام ومع ذلك خاف على نفسه وعلى ذريته وذكر موجب الخوف في الدعاء نفسه قال ربي إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس أضللن كثيرا ما كثير من الناس ظلوا بعبادتها واتخاذها معبودات من دون الله سبحانه وتعالى فإذا كان إمام الحنفة وهو من هو عليه السلام في مكانته وفضله ومنزلته يدعو بهذا الدعاء خوفا على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام فكيف بمن دونه ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى من أئمة السلف قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم إذا كان إبراهيم خاف خاف ذلك على نفسه وعلى ذريته فمن يأمن البلاء بعده وثبت في السنة سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أدعي في المعنى نفسه كان يدعو بها نبينا عليه الصلاة والسلام ثبت في سنن أبي داود وغيره أن نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم يقول إذا أصبح ثلاث مرات وإذا أمس ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء يتعوذ بالله من الكفر وثبت في الصحيحين أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أن تضلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكان من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام يوم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك يوم قلب القلوب ثبت قلبي على دينك الحاصل مثل هذه الدعوات توجب خوفا من الشرك الآن يعني مثلا من الدعاء الثابت اللهم أنني أعوذ بك من الجذام والجنون والبرص وسائل الأسقام هذا دعاء ثابت تعوذ بالله من هذه الآفات الثلاث نص عليها الجنون والجذام والبرص كيف شأن من يدعو بالسلامة منها أليس في قلبه خوف وخوف فيطلب من الله عز وجل أن يعيده من هذه الأشياء التي يخافها الشرك أعظم من ذلك كل وأشد وأخطر مضرته على العبد في الدنيا والآخرة لا تقارن بشيء من الأشياء التي تخاف وقد جاء في الأدب المفرد الوخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي أو قال عليه الصلاة والسلام للشرك فيكم أخف من دمي النمل هذا يوجب الخوف من الشرك للشرك فيكم أخف من دبيب النمل الآن لو كان شخص جالس ومرت نملة وثنتين وثلاث تدب من جنبه هل يشعر بها؟ ما قال مثل دبيب النمل قال أخف من دبيب النمل أخف من دبيب النمل ثم قال ناصحا عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيرة قالوا بلى يا رسول الله قال تقولون اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم هذا دعاء عظيم في الباب هذا دعاء عظيم جدا في الباب وهو دعاء ثابت اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فمثل هذه النصوص التي فيها الدعوات هذه الدعوات كلها تدل على أن الشرك أمر خطير يتعوذ بالله كثيرا منه ويجب أن يكون في قلب المسلم خوف خوف بإذن الله عز وجل يوجب له ماذا؟ نجاة وسلامة من الشرك لأن من خاف شيئا حذر منه وجانبه وأقبل على ربه بالدعاء والسؤال والتعوذ من هذا الذي من الذي يخاف منه ولا مفر في خوف من الشرك أو غير إلا إلى الله كما قال الله عز وجل ففروا إلى الله نعم قال رحمه الله وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء هذا أيضا نوع آخر نوع ثالث من أنواع الأدلة التي تدل على وجوب الخوف من الشرك أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على نص على خوفه على أمته منه وأن أخوف ما يخاف عليهم الشرك الأصغر قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الشرك الأصغر وهذا يدل على أن الشرك أصغر وأكبر وبينهما فرق في الحد والحكم أما الحد فالشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من حقوق الله أو خصائصه سبحانه وهو ناقل من الملة وموجب للخلود في النار إذا مات عليه صاحبه والشرك الأصغر ما أطلق عليه في النصوص بأنه شرك لكنه لا يبلغ حد الشرك الأكبر مثل من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك هذا شرك أصغر مثل يسير الرياء مثل قول ما شاء الله وشئت وهذه سيئة فيها أبواب عديدة عند المصنف والشرك الأصغر والشرك الأصغر مثل ما شرط هو ما أطلق عليه في النصوص أنه شرك لكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر وحكمه أن صاحبه يعاقب عليه لعموم قوله إن الله لا أغفر أن يشرك به يعاقب عليه لكنه ويحبط أيضا العمل الذي قارنه لكنه لا يوجب التخليد في النار وإنما الذي يوجب التخليد في النار هو الشرك الأكبر الناقل من الملة أما الشرك الأصغر فإنه ليس ناقلا من الملة أي ليس مخرجا من الملة قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء والرياء أيضا على نوعين رياء خالص وهو رياء المنافقين هذا أكبر ناقل من الملة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في صفة المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا هذا الرياء يأكبر هذا ناقل من الملة هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الحديث الذي أورد المصنف أورده مختصرا وهو في المسند وغير بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة هذا تتمت الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا يقال للمرأين اذهبوا إلى إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء فإذا هذا هذا الحديث مما يوجب خوف من الشرك مما يوجب خوف من الشرك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأمامه الصحابة خيار الأمة يقول أخوف ما أخاف عليكم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسألوا عنه فقال الرياء فإذا كان صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته الكرام خاف على صحابته الكرام وهم منهم في إيمانهم واتباعهم ونصرتهم وللنبي عليه الصلاة والسلام ودين الله ومجاهدتهم في سبيل الله فإذا كان خافه على الصحابة فكيف بمن دونهم ومن هو أقل منهم بمراتب ومراتب قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقيل الرياء الرياء ما هو الرياء ما هو الرياء هو مثل ما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل الرياء هو تحسين العمل الذي هو لله تحسينه من أجل الناس تحسينه من أجل الناس قرأت في أحد الكتب المتقدمة طرفة أرويها لما فيها من فائدة وهي أن شخص كان يصلي كان يصلي فمر به أشخاص معظمين عنده فزيّن صلاته فتهامسوا بينهم بحسن صلاته ويسمعهم فرح بذلك لأنه أصلاً فعل ذلك من أجلهم فلما انصرفوا خفف صلاة مكتف بذلك خفف صلاته وسلم ولحقهم وقال أحباً أخبركم أني اليوم أيضاً صائم أحباً أخبركم أني اليوم أيضاً صائم هذه مصيبة لما يكون القلب ملتفت ماذا ملتفت إلى الناس كل ما مدحوا بشيء أوصل لهم أشياء عن نفسه حتى يمدحوه عليها ويثنون عليه بها وهذه مسألة خطيرة جداً أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة من قرأ القرآن ليقال قارئ ومن أنفق ليقال متصدق ومن جاهد ليقال مجاهد ومقاتل منتفت إلى الناس يرأي بالعمل وهنا لابد أن ننبه نصيحة وديانة ومحبة وشفقة الآن مسألة الرياء اتسعت في زماننا مع وجود الجوالات مسألة الرياء اتسعت الآن في زماننا مع وجود الجوالات ولهذا ينبغي على الإنسان في مواطن الطاعة أن يحرص على أن يجاهد قلبه على الإخلاص الآن كثير من الناس هم فيه لما يأتي مثلاً إلى المدينة وإلى مكة وفي الطواف وفي السعي كثير من الناس هم يلتقط صور ويرسل مباشرة لمئات يريهم نفسه في هذه المواطن يريهم نفسه في هذه المواطن رأيت بعيني في هذا المسجد شخصاً بعد الصلاة أخذ مصحفاً كبيراً وجلس وزين جنسته وصور صاحبه من اليمين وثم صوره من اليسار ثم طبق المصحف ولقر من حرف الصورة الآن يرسلها إلى عدد من الناس تعبر ماذا أنه يقرأ القرآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو ما قرأ أصلاً يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذن فلا تحسبنهم بمفازة من العذن وحدثني شخص هذا لم أره حدثني شخص يقول اثنين هنا في هذا المسجد يمشيان مع بعض فجلس أحدهم جلسة التشهد وصوره صاحبه ثم قاموا مشاه ورأينا كثير في مكة في المشاعر في يقف ويهيئ إحرامه ولباسه ويمد يديه على هيئة الداعي ثم تنتقط له الصورة ثم يخفض يديه الصورة هذه يرسلها أنه يدعوه ما كان يدعو أصلاً وإنما رفع يديه لمن للناس ليريهم نفسه إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إلي يديه أن يردهما صفراً هل هذا رفع يديه لله ما رفع رفع أهل الصورة ولهذا في هذا الباب الذي يقول فيه نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء والله نقول ذلك نصيحة وشفق على هؤلاء ولما نراهم الله نرحمهم ونشفق عليهم لأن نتكلف وتغرب وأنفق أمال وتعب والرياء محبط للعمل الله عز وجل سبحانه وتعالى إذا أدخل معه غير في العمل ترك العمل كله لم يقبل اقرأوا الحديث أنا أغنى الشركة يقول حديث قدسي أنا أغنى الشركة عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري ماذا؟ تركتم وشركه فالرياء يحبط العمل الذي قارف إن قارف صلاة أحبطها إن قارف عمرة أحبطها إن قارف غيرها من الطاعات أحبطها ولهذا يجب على الإنسان أن يخاف من الشرك ومن الشرك الرياء من الشرك الرياء يسيره من الشرك الأصغر وكبيره من الشرك الأكبر نعم قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه هو نوع آخر هذا نوع آخر الآن مرة معنا كم نوع نعم ثلاثة نوع هذا نوع رابع هذا نوع رابع من أنواع الأدلة الدالة على الخوف من الشرك وهو تنصيص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار فهذا فيه التحذير الشديد من الشرك ومن أعظم الشرك شرك الدعاء من أعظم الشرك شرك الدعاء وقد قال الله تعالى ومن أضل يعني لا أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين لا أضل ممن يدعو غير الله أشد الضلال فمن مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار نوع الدخول ما هو دخول تخليد دخول تخليد وتعبيد لأن الشرك الأكبر موجب للخلوط فهذا من أعظم ما يوجب خوفا من الشرك فمن جعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به ويتوجه إليه أي كان هذا المدعو قال نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان حكمه قال دخل النار دخل النار نعم قال رحمه الله ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ثم ختم رحمه الله تعالى الباب بهذا الحديث حديث جابر في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار هذا فيه فضل التوحيد من جهة في قول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وأيضا فيه تفسير التوحيد الذي به النجاة ما هو التوحيد ما هو التوحيد أن يلقى العبد ربه لم يقع فيه الشرك أو إن كان قد وقع فيكون تاب توبة النصوحة إلى الله عز وجل هذا هو التوحيد التوحيد هو صفاء العمل لله وحده دون أن يصرف شيء من العمل لغيره سبحانه وتعالى فمن لقي الله لا يشرك به شيئا أي موحد هذا المعنى موحد سالم من الشرك دخل الجنة دخل الجنة والحديث الذي قبله قال من مات من مات هنا قال من لقي فأفاد الحديثان فائدة أخرى في وجوب الخوف من الشرك أن النار القريبة جداً من المشرك النار قريبة جداً من المشرك ما المسافة التي بين المشرك وبين النار؟ نعم المسافة التي بين المشرك وبين النار ما هي؟ خروج الروح فقط خروج الروح ليس بينه وبين النار مسافة طويلة المسافة التي بين المشرك وبين النار خروج روحه والموحد المسافة التي بينه وبين الجنة خروج الروح من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار ما في مسافة بين المشرك وبين النار إلا خروج الروح فقط إذا خرج الروح دخل النار لأن القبر إما روضه من رياض الجنة أو حفره من حفر النار فهذا أيضا مما يوجب الخوف العظيم من الشرك بالله سبحانه وتعالى أيضا من النصوص المهمة في هذا الباب باب وجوب الخوف من الشرك إخبار النبي إخبار النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة ثابتة عنه وستأتي بعضها عند المصنف في هذا الكتاب إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أن من أمته من أمته من سيرجعون إلى عبادة الأوثان إخباره أن من أمته من سيرجعون إلى عبادة الأوثان وهذا جاء في أحاديث ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهي توجب أيضا خوف من الشرك أن يخاف الإنسان على نفسه وأهله وولده من الشرك بالله سبحانه وتعالى مثل ما ثبت في سنن نبي داود وسيأتي عند المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وثبت في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذو الخلصة ذو الخلصة وثن كانت تعبد دوس في الجاهلية وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الساعة لا تقوم حتى يطوف نساء من نساء دوس بهذا الوثن فيعود ذلك الشرك وقال عليه الصلاة والسلام وسيأتي هذا الحديث معنا لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا هذا يتناول ما عندهم من ماذا من الشرك فإذا هذه كلها النصوص توجب الخوف من الشرك والكتاب والسنة فيهما نصوص كثيرة توجب الخوف من الشرك لكن هذه من أهم النصوص التي توجب على العبد الخوف من الشرك نسأل الله عز وجل الأحد الصمد الذي لا إله إلاه أن يعيدنا أجمعين وذرياتنا والمسلمين أن يعيدنا من أن نشرك به ونحن نعلم ونستغفره لما لا نعلم نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك فيه مسائل في هذا الباب مسائل الأولى من المسائل والتي ترجم أو جعلها عنوان للترجمة الخوف من الشرك والباب دل على وجوب الخوف من الشرك من وجوه كثيرة من جهة أنه الذنب الذي لا يغفر ومن جهة دعاء إبراهيم الخليل ونظير ذلك من الأدعية وقد أشير إلى بعضها وغير ذلك من أيضا خوف النبي عليه الصلاة والسلام قال أخوة ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وأيضا أن من مات عليه أو لقي الله سبحانه وتعالى به فلمطمع له إطلاقا في مغفرة الله سبحانه نعم قال رحمه الله الثانية أن الرياء من الشرك الثانية أن الرياء من الشرك أن الرياء من الشرك وهذا مر معنا في الحديث قال أخوة ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسألوه عنه فقال الرياء نعم الثالثة أنه من الشرك الأصغر أنه من الشرك الأصغر لأنه عليه الصلاة والسلام نص على ذلك في الحديث قال أخوة ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسألوه ما الشرك الأصغر قال الرياء وقوله الرياء هذا ليس الحصر الشرك الأصغر يدخل تحت أنواع كثيرة لكن منها منها الرياء الذي هو يسير الرياء أما الخالص فهو من الشرك الأكبر نعم قال رحمه الله الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر كان يخاطب الصحابة وأمامها الصحابة رضي الله عنهم يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فإذا كان خافوا على الصحابة مع فضلهم وإمامتهم ومكانتهم ومنزلتهم فكيف بمن هو دونهم نعم قال رحمه الله الخامسة قرب الجنة والنار قرب الجنة من الموحد وقرب النار من المشرك فليس بين الموحد وبين الجنة مسافة إلا أن يموت فقط وليس بين المشرك وبين النار مسافة إلا أن يموت فقط وهذا واضح في الأحاديث من مات وليش بالله شيئا دخل الجنة ومن مات ويشرك بالله شيء دخل النار ففيه أن النار قريبة من المشرك وأن الجنة قريبة من الموحد قال رحمه الله السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل متقارب في الصورة الجمع بينهما الجمع بينهما الجمع بين قربهما في حديث واحد هذا حديث جابر حديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل جنة هذا قرب الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار هذا قرب النار والمسألة كلها عائدة للشرك إما سلامه منه فتكون الجنة أو وقوع فيه فتكون النار أو العاقبة النار نعم قال رحمه الله السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس أنه أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس كثرة العبادة كثرة العبادة وتعددها إذا وجد الشرك ماذا يصنع بها يبطلها كلها ويفسدها جميعها والله جل وعلا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين في سورة الأنعام ذكر سبحانه وتعالى وهو أكثر موطن ذكر فيها أسماء الأنبياء ذكر ثمانية عشر نبيا بأسمائهم ثم بعدها قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فإذا ولو كان من أعبد الناس إذا وجد الشرك الأكبر أبطل العمل كله ونسفه برمته ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعم قال رحمه الله الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل عليه السلام له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام وقاية عبادة الأصنام فإذا كان إبراهيم الذي أثنى الله عليه بما أثنى عليه من فضائل وإمامه ومكانه واتخذه خليلا وكسر الأصنام بيده عليه السلام وقد خاف على نفسه وعلى بنيه وسأل الله قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام فكيف بغيره وكيف بمن هو أدونه ولهذا قال إبراهيم التيمي كما تقدم ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم قال رحمه الله التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس اعتباره أي الخليل عليه السلام بحال الأكثر أي في الوقوع في الشرك لقوله في الدعاء ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ما قال قليل من الناس فاعتبر بأكثر كثرة كثرة من الناس عبد الأصنام أضلتهم وقعوا في عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى فإذن هذا سبب الخوف هذا سبب من الأسباب الموجبة للخوف من الشركة أن الأصنام أضلت كثير من الناس ليس قليل من الناس نعم قال رحمه الله العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري نعم فيها تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري أي الإمام بخاري في كتابه الصحيح والحديث الذي تقدم معنا في صحيح البخاري حديث من مسعود قال من مات وهو يدعو ندا دخل النار هذا يفسر يفسر لا إله إلا الله لا إله إلا الله تعني أن لا يدعى إلا الله وأن لا يستراث إلا بالله وأن لا يصرف شيء من العبادة إلا لله لا إله إلا الله هذا هو التوحيد نفي للعبودية ومنها الدعاء بكل معانيها لله وحده نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك نعم هذه الفضيلة مستفادة من حديث جابر قال من لقي الله لا يشرك به شيئا يعني سلم من الشرك دخل الجنة دخل الجنة نسأل الله عز وجل لنا أجمعين الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأن يعيدنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه سراطا مستقيما اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها أمولاها اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجلها وله آخره علانية وسرة اللهم اغفر لنا ولوالدين ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم ثرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ومن الفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ومن الفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ومن الفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله الخير